دعت قوى الاعلان الحرية والتغيير تكثيف الدعوات لمواكب الثلاثين ميونيو المرتقبة للمطالبة بتسليم السلطة الى حكومة مدنية ودعت تجمع في بيان الى تحويل ذكرى انقلاب الرئيس المعزور عمر البشير الى مظاهرات صاخبة ضد المجلس العسكري في وقت سابق الاربعاء دعت قوى اعلان الحرية والتغيير الى مواكب مليونية بهذا التاريخ لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة الى حكومة مدنية ونقلت صفحات تجمع المهنيين على مواقع التواصل ان الجالية السودانية بمدينة واشنطن ستنظم مسيرة تضامنية السبت المقبل امام البيت الابيض في وقت تنطلق في مدينة نيورك مسيرة مشابهة من جهته قال مستور احمد ادم نائب رئيس حزب الامة حزب المؤتمر القومي الخيار الوحيد المتاح والتصعيد الى تسليم السلطة للمدنيين كما توقع نائب رئيس حزب المؤتمر القومي ان يغلغ المجلس العسكري الشوارع ويمنع المواطنين من الخروج من الاحياء فضلا عن الاستمرار في قطع خدمة الانترنت من جهته رفض زعيم حزب الامة القومي صادق المهدي الاربعاء الدعوات للخروج في مظاهرات حاشدة في الثلاثين من يونيو ضد المجلس العسكري الحاكم ودع المهدي الى تجنب التصعيد